بما أني شخصاً مع كل السيارات، سنرى الشماسة التي هنا هل تطمط في اللينكان كوزيرو فايف أم لا؟ لا، لم تطمط هل تجيك الشمس من هنا؟ لا ترزعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأغلب، وأنا قاعد أصور هذا الفيديو سيارة أنا معي اليوم في الأغلب، أنت لم ترى ما شغل قدامك في الشارع إلا لوحت الصين؟ نعم، سيارة صينية جديدة، لكن في النطاقة الفاخرة المرتفع نعم، هذه السيارة تصنف كده، أقريباً أن تكون سيارة فخمة السيارة هذه مملوكة الشركة جيلي، طب كيف جات؟ أنا أقول لكم، جيلي هي الشركة الأم، تمتلك تحتها 12 علامة تجارية مختلفة من ضمنها فولفو حلوين؟ حلوين، جيلي وفولفو، قالوا يلا، أمشو نسوي سيارة ثالثة مع بعض فطلعوا بهذه، لينكاند كو، طبعاً لما نطلعب هذه السيارة، قال لك نحنا نبغى نسوي سيارة بريميوم السيارة من المستوى المرتفع من نحت الأداء، من نحت التصميم، من نحت القوة، من نحت التجهيزات نبغى نسوي سيارة بطلة، فبكده تعتبر دي السيارة، خلينا نقول الفاخرة من جيلي، إن شاء الله وسط الفكرة ليكزا ستيوتا، نيسان وإنفينيتي، نفس الفكرة، فصار في الأخير عندما دي السيارة، في إجازة عيد الفطرة الماضي، روحت الصين مع جيلي، هذه السيارة الشارع تشوفها بكل إشارة، كل شارع حين يجوني ناس يقولون لي هما أصلا الصينيين، ما يثقوا في صناعتهم، السيارات الصينية اللي عندنا ما تنباع عندهم، لا يا أخوي خلاص، تكلمنا كثير، إن كان كو، إش ليها وإش عليها؟ شوفها مع بعض أبداً برعاية سوق السيارات، الموقع المتخصص في السيارات الجديدة، المستعملة، الأخبار وغيرها، من الحاجات التي تميز الموقع صراحة عمولتهم، نتكلم عن عمولة 99 ريال تدفعها لما تبيع سيارتك، ما لهم أي دخل بقيمة البيعة، إن شاء الله تبيع سيارتك بمليون ريال، بثنين مليون ريال، ثلاثة مليون ريال، لهم فقط تسعة وتسعين ريال، ما يأخذوا نسبة من قيمة البيعة من الحاجات اللي كمان لطيفة في الموقع، تقدر تقيم سيارتك، وتشوف سيارتك كم تسوا في السوق، أو إذا في سيارة فبالة، وتبتعرف ها، كم تسوا لها في السوق، تقدر تستخدم تقييم السيارات في الموقع، فخامة الوصف الأسفل، حتى القرابة سوق السيارات طيب يا سيد الكريم، حتيجي نحين تقول لي كم سعر السيارة هادي، لكن فعلياً، ما أعرف، إن وقت بصور السيارة، زي ما قلت لك، هذه السيارة ما كان بدأ بيعها بشكل رسمي في السعودية، ففعلياً ما تسعرت السيارة، لكن أول ما تتوفر معي الأسعار الرسمية، سوف أضعها في خانة الوصف الأسفل، دائما شيك على خانة الوصف عندي بي أشياء كثير كويسة، لكن لا تتوقع أن سعر السيارة رخيص، أو سعر نفس سعر السيارات الصينية الباقية، زي ما قلت لك، سعرها هادي، بريميوم ليفل، في النطاق الفاخر، في النطاق الأعلى من السيارات الصينية، اللي نحن بنشوفها عندنا بشكل عام، فبالتالي سعرها لا تتوقع إنه زيهم، يعني كده سهل لك هي أشوف سعر سعرات جيلي، واطلع عنه، حبيتها، لا بس من جد، يعني لا تتوقع أن سعر السيارة هادي تحت المئة ألف أبداً، طيب يا سادة أكران، نبدأ نتعرف على اللينكنكو 05 تحديداً، بدأت كده بالتصميم العام الغريب صراحة للسيارة، تشوفوا كده السيارة تصميمها غير مقلوف للأمانة، تقع تطالع تقول الغريب شوية شكل السيارة، حتى لو تشوفوا اللينكنكو 0109 حتى اللي هادي شفناها في الصين، نفس التصميم، التصميم العام للسيارة، توقع كده والله واعلم هم عندهم فلسفة النبوة سيارتنا غريبة، لدرجة أي واحد يشوفها في الشارع يقول هادي لينكنكو، طيب نحن نجد نتعرف على التفاصيل لواجهة السيارة، تشوفوا في الأعلى اللبات دي الموجودة في الأعلى هذا اللد النهاري وهذه الغمازات في السيارة، الإضاءات ستكون في الأسفل، إضاءات أكيد LED عالي واطي مع اللد العالي الأوتوماتيكي، تقولي يا هاني فين كشافات الضباب وقل لك شوفها يا سيدي هادي هي موجودة في الأسفل، حساسات أمامية موجود، كاميرا أمامية كمان موجود، الكاميرا العلوية التي تقرأ مسارات الطريق والشواخص المرورية، كمان موجودة هنا في الأعلى، وتمنيت أن نستخدم الكاميرا هادي كداش كام، طيب لو جينا على اللينك الكو زيرو فايف من الجانب، أهم نقطة أن السيارة جاية بقصة الكو بي أربع بواب، فعلا من الجانب هنا شكل السيارة أنا عجبني من الجانب وعجبني من الخلف، حنشوفها بعد شوية أكتر من مقدمة السيارة، لو جينا شوية على التفاصيل نشوف عندنا الجنوط، جنوط مقاس 19 حجما كبيرة شكلا جميلة وكده بديها شكل حلو للسيارة، في شوية زينة وديكورات للسيارة، عندنا المرايج جاية باللون الأسود، كما هو الحال لسكف السيارة كمان جاي باللون الأسود، حركة لطيفة أن هي جاية في الأسفل، في باب السيارة وليست في الجزر العلوي، لكي مرور الهوى والانسيابية، فبالتالي يزيد العزل جوه السيارة، نعم، جزايز مدبلة، البصمة موجودة على الأبواب الأمامية فقط، وليست موجودة على كل الأبواب، بالنسبة لتنك البنزين، شوفت عينكم، تنك البنزين جاي يمين، فبالتالي اللينكنكو، ما هتوقف زحمة في محطات البنزين، تنك حقاشين، أربعة وخمسين لتر تقبل بنزين، خمسة وتسعين، طيب، لو جينا على الجزر الخلفي من اللينكنكو 05، صراحة هو النقطة الجميلة في السيارة من وجهة نظر أنا، خلفية السيارة حلوة، 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 سواء من الجانب، من القصة، أو حتى على مستوى الإضاءات الخلفية، جميلة، لو نريد أن نشوف الإضاءات، أكيد إضاءات LED، فل LED، سواء الإضاءة العادية، لمبات الريوس، لمبات الضباب، لمبات الفرامل، كلها جاية LED، حساسات خلفية نعم، موجود مع الحساسات الخلفية الجانبية، نفس ما في الامام، هناك حساسات أمامية جانبية لإبداع الحساسات خلفية نظام المتواتل لنجد تجربة النظام في السيارة، نريد أن نرى هل لدي النظام هذا أتمال أو لدي البارك أسسط، طلع بارك أسسط، السيارة تتحكم بالدريكسون، وتتحكم بالحساسات الأمامية الخلفية، وتقول لك هل يوجد عائق أو لا، لكن فعليا انت تتحكم بالقير السيارة تقول لك تضعها على الريوز على الدي تضعها على الريوز على الدي وتتحكم بالفرامل يعني لو كان في عائق وراك السيارة ما ستوقف انت توقفها بنفسك شب كده صار هذا النظام بارك اسيست ما هو اوتو تارك في الأسفل تلاحظوا عندي فتحتين لشكمان السيارة طيب لو جينا على حكاية المقاضي في السيارة باب الشنطة الخلفي كهربائي له زر مخفي هنا وسط اللوغو تضغط تفتح معاك الشنطة ما تقدر تفتحها عن طريق حركة تمريض القدم او تدي شلوت للسيارة لا غير موجودة تشوفوا معايا السعر الخلفية تعتبر جيدة تشيل بشكل لطيف في عندنا هنا مساحة تخزين سرية ما يدراننا الحرامي ترفعها وتفتلها تحط الشياء لا مشافر اميدري ملجاة الثانية هنا في سماعة او تحديدا سب ووبر عندنا هنا المقاعد تقدر تطويها بحيث ان تتوسع الشنطة الى مقاعد الصف الاول وفي نفس الوقت فيها عندنا اللي هي الستارة هادي تحط اغراضك تحت تغطي بالستارة تقفل الباب الحرامي ما يدري ايش فيه ولا من شاف ولا من دلي شوف الاسفل اوكي في مساحة تخزين سرية هنا اوكي لير الاستفنة هتكون نعم هنا في الاسفل طبعا بما انه هو يفتح كهرباء يكفي الكهرباء عن طريقة زر او نضغط هذا الزر وبالتالي تكفل الشنطة في نفس الوقت ابواب السارة كلها تكفل تتضمن طيب لو جينا لحكاية المحرك نتكلم عن محرك مصنع ما بين جيني وفولفو اربع سندر الفين سي سي تيربو هيدينه ميتين اربع وخمسين حصان العزم ترتمية وخمسين نيوتين متر دفع السارة الرباعي والجير بوكس على السارة اوتوماتيك بتمانية سرعات استهلاك البنزين 14.2 كيلو للتر الواحد السرعة القصوى للسارة بالمحرك ده ميتين وثلاثين كيلو متر في الساعة نفسي اوصل لهذه السرعة لكن للاسف ما عندنا اوتوبان بالنسبة للسارع السارة من صفر الى مية خلال حوالي 6.7 ثانية محرك نشيط سواق السارة تعتبر حلوة لكن هذه النقطة حنجيها في اخر الفيديو لما نطلع الطريق لكن الان خلنطلع نشوف تسارع فرملة السارة بدا المحرك ونرجع نكمل لكم بقية الفيديو ونقول بسم الله طيب نجي ناخد لفة على داخلية لكن قبل ما نخش في التفاصيل شوفوا معاين شكل السارة في الليل شكل الإضاءات شكل العدادات شكل الشاشة للي يحبوا يشوفوا شكل السارة في الليل وهذه رقم واحد رقم اثنين من ناحية التصميم العام للسيارة تشوفوا عندي هنا الكنسورة وسطي فضائي والحاجة الاهم مستوى التشطيب بالسيارة عالي جدا من ناحية المقاعد التي يجي الجلد مع كنتارا طب لون السيارة اللي جي ملبس بالكنتارا حتى على ابواب وفي كل مكان سيكون فيها عندك مواد طرية تطريزات باللون الأحمر فبالتالي السيارة حتى على مستوى المواد الداخلية ما سترخصوا فيها أبدا واخرين نشوف معاين الإضاءات المحيطية اللي معبية كل مكان في السيارة سواء في الكنسور الوسطي في الأبواب في مسكات الأبواب حتى في مناطق التخزين وهذا الشي موجود حتى في المقاعد الخلفية طيب وكل عادة يا سعادة نبدأ بدرك سونا السيارة زي متشافين دي شاب مشطوف من الأسفل كمان ملبس جلد في أجزاء خشنا حتى تعطيك مسكة كويسة وفي أجزاء جاية ناعمة مطرز باللون الأحمر وفي كده حركات شوية خفيفة بالبيانو فنش أزارير كاملة وموجودة على الدراكسون للتحكم بالميديا تحكم بالشاشة اللي حنجيها بعد شوية تبديل السرعات من خلف المقود موجود ما في نقطة تسخين الدراكسون ولو جينا على عدادات السيارة زي ما تشايفين عدادات عملاغة تقريبا 12.8 إنش تقريبا متغير شكلها حسب فيما العام لوضعية القيادة اللي وحطيناها على الديناميكا هتقلب باللون الأحمر حطيناها على وضعية الأفروض حيكون لها اللون الأبيض هذا تقريبا غير وضعية الراحة هتصير بالأصفر تقريبا والوضعية الاقتصادية باللون الأخضر شاشة سهلة من الوسط تديك تنبيهات خروج منها مسار الرادار الأمامي حالة السائق فيها عداد سرعة ديجيتال موجود من اليسار تدريد تشغل مثبت السرعة وعارف فكرة السيارة برضو فيها محدد سرعة بحيث أن تحدد السرعة معينة للسيارة اللي أنت تتجاوزها إلا لو طبيت النظام أو دبل داسة فبالتالي ما حيلقوك ساهر بعد كده شوف الجزء اللي على اليسار في الشاشة برضو هنا مثلا نقول لك مير رابط الحزام مير رابط الحزام غير كده تديك تنبيهات الميديا اللي شغالة إخطاء يا حبيبي الميديا اللي شغالة في السيارة وغيرها فشاشة بشكل عام تعطيك جرافيكس كويس معلومات كويسة تسهل التواصل بينك وبين السيارة غير كده في الأعلى ما عندنا هيدا الدس بلاي على الأقل في الفعل اللي موجودة معنا هنا طيب لو كملنا على المنتصد تشوفوا عندي شاشة عملاقة صراحة تقريبا مقاسة 12.25 إنش الكار بلاي ويرس بدون استخدام السلك الشاشة استخدامها سهل هادي الواجهة الرئيسية للشاشة حط لك هنا شوية اختصارات للهاتف للإعدادات صور الكاميرات الـ 360 درجة اللي في السيارة هادي نقطة لطيفة صراحة يعني ها تقدر تشوف اللي قدام وراء يمين يسار وتقدر تخليها بوضعية 3D فتكون مفيدة بشكل عام في الأفروض أو إنك لو داخل درايف درو أو أماكن ضيقة بالسيارة يرجعك للشاشة الأساسية للسيارة هنا عندك الميديا الأشغالة وهنا لو تبدأ تدخل شوية تعدادات للسيارة يقولك مثلا حالة الإطارات أو إذا فيه أي فانكشن من هنا تخش على بقية الإعدادات في السيارة الإعدادات العامة دعم السائق المكيف النارات وغيرها لكن النقطة الحليوة كمان في الشاشة اللي هي هنا وسحت من فوق لتحت تطلع معك مجموعة اختصارات هنا تجد ترفع الصوت وتوطي عن طريق الشاشة ما عليش يا بابا عندك هنا الصوت وغيرها أنظمة المساعد على القيادة تحذير تغيير الحارة اللي هي النقاطة العمية مساعد الحفاظ على الحارة اللي هي خروج من المسار تجد تطفيهم أو تشغلهم من هنا الأوتو ستارت برضو تشغل من هنا تراكشن تطفي من هنا الأوتو بارك من هنا وضيار اقتصادية وعندك هنا اللي هو فهذا كله عن طريق شاشة السيارة استخدامها سهل استجابتها خلينا نقول لكم في النطاقة الجيد جدا ما أنا حاس أنها بطيئة بشكل عام من أسفل لها اختصارات من حيث المقاعد على سبيل المثال تسخين وتبريد المقاعد حيكون من هنا درجة الحرارة للمكيف قوة المروحة كلها عن طريق الشاشة وفي نفس الوقت الحاجة الحلوة أنه في أزارير في الخارج يعني ما قال لك كل شيء عن طريق الشاشة لا حط لك أزارير برة هنا المكيف مثلا هنا تتحكم بدرجة الحرارة شوفوا قلب اللون الأحمر لو خليته على الحار وقلب اللون الأزرق لو خليته على البارد ومن هنا قوة المروحة في المكيف وهنا اختصارات للمكيف فهذه نقطة لطيفة إنه ما قال لك خلاص كل شيء في الشاشة لا فيه في الشاشة وفي لها أزارير برة نكمل هنا نشوف جارة السيارة زيما تشايفين شفت باي واير أوكي سونا لاختبار مفتاح شوفوا الفيديو هناك بعدين وضعيات قيادة بريك إلكتروني أو أوتو هولد موجودين نقطة حلوة زر للصوت أرفع وطي الصوت حقا للشاشة برضو الحاجة حلوة إنه ما أعتمد على الشاشة بشكل كامل لو جينا كملنا هنا حيكون فيه عندي هنا اتنين كاب هولدر برضو فيها إضاءات محيطية شكلها حلوة في الليل شوفوا عندي هذا الزر تقولي هاني إيش الزر هاد اللي موجود هنا أقولك شوفوا هنا تقدر تخلي الحفرة هادية عميقة بحيث إنه عندك كوب قهوة كبير سطل عليك بالعافية تقول تحطوه بحيث إنه يمسك لأ تبقى ترجع على المستوى الطبيعي يقوم يطلع معاك من هنا عندنا هنا السنة الوسطية تقدمها وترجعها شوفوا أقول لك مستوى التشطيب كيف كده حطن لك كده كروم مطفة يعني لمسة فخامة مريحة بشكل عام إنك تتكي عليها واتوقع إنهما حطين هادي عشان أنت والراكب اللي جنبك ما تتضاربوا في النظام إنك تقعد وتتكي كده وتأخذ مكان وقلك لا هذا المكان حقي وهذا المكان حقي أشوف يدك تيجي ناحيتي ما عليش هدي هدي يا بابا عندنا الدرجة الوسطية موجود هنا صغنن بشكل عام ما يعتبر مرة كبير فنشوف ساعته كتب شكل عام ما يعتبر كبير تشوف إنه فيه فتحات اليو اس بي تايب سي وتايب اي وفتحة الاثناشر بولت الحاجة اللطيفة إنه ملبس شامواء نعم غرق مسار مستوها بليمون طب ليش هاني ملبس شامواء هي مجرد حركة لأ عشان لو حطيت الشياء حطيت مفاتيح يمتص الصدمات فما يقربع معاك ويطلع إزعاج بشكل عام لكن النقطة اللي تمنيت هتكون في الدرجة الوسطية اللي هي وجود فتحة مكيف بحث يقلب نوع مصغر من نوع التلاجات أنا قلت يمكن حطوه هنا في الدرج هاد اللي هنا يكون حطوه هنا مثلا فتحة مكيف زي بعض السيارات يكون في هذا الدرج لكن برضو ما فيه وفي نفس رق برضو حتى هذا الدرج ملبس شامواء طيب حتقولي يا هاني السيارة ما فيها شاحن جوال لها سلكي يقول لك إلا يا سيدي فيها شاحن جوال لها سلكي موجود هنا درد حط جوالك حيش حمعك طيب قبل ما نروح لأخيات المقاعد هناك عشرة سماعات موجودة في السيارة وحطين ساون سيستم من ماركت انفينيتي يعني ما مجرد حط لك سماعات قال لك لأ خلينا نحط لكم حاجة بمستوى أعلى شوية طيب بالنسبة لمقاعد السيارة شوفت عينكم زي ما تشافين مقاعد بتصميم رياضه هي فعلا رياضية حتى فيها قساوة رياضية خفيفة لكن تعطي إصنات قوي وهذه النقطة حنجيها في آخر الفيديو زي ما تشافين لمقاعد جاية طرز بالأحمر بالكنتارة في بعض الأجزاء وجلد في المنتصف من الأسفل حنلاحظ أن الكرسي كهربائي مع دعم أسفل الظهر لكن ما فيها دعم لطوال القامة بحيث أن الكرسي يستطيل لو كان إسان طويل أو شيء بحيث أنه يقدر يوسع الكرسي الحاجة الغريبة أن المقاعد فيها تسخين وتبريد لكرسي السائق أو السائقة فقط الكرسي الثاني حيكون مجرد تسخين ما فيها تبريد غريب الحركة هذه لكن بالنسبة لكرسي السائق أو السائق عشان لا تزعلوا في ذاكرة وضيتين وبالنسبة لسكف السائرة زي ما تشافين فتحة سكف بانورامية طيب جينا من قاعد الصفة الثاني في الينكن كوزي لوفايف كالعادة الكرسي دانا مرجع وراء آخر شيء بغض النظر عن طولي أشوف أقل مساحة جلوس خلفية موجودة في السائرة فنعم هذه المساحة اللي انتوا تشوفوها هي أقل شيء موجود أنا كإنسان كبير بالق عاقل طوله 174 سانتي زي ما تشايفين قاعد بأريحية يعني أوكي البحبوحة لطيفة قاعد مرتاح لو كنت أنا أطول من كده 3-4 سانتي وانت طالع أو أنا كنت مريح كده زيادة في الكرسي وقتها ركبي حتخبط في الكرسي قدامي أو تبدأ تلمس الكرسي اللي قدامي ووقتها حتخبط فيه بطانة صلبة بطانة بلاستيكية ما هي من مواد طرية فبن هذا الشيء حطينه عشان أصلا تصميم الكرسي بشكل عام رياضي ووقتها ممكن نكون معاك الموضوع مزعد شوية بالذات إنه في حواف كده يعني ما هو فلات لا جاي كده زوائي وحركات فممكن وقتها الموضوع يكون أوكي ركبي قاعدة تخبط من ناحة جهيزات في الخلف عندي مكيف خلفي موجود فتحتين في عندي فتحة USB عادية وفتحة USB Type-C لمبات في السكف مساكة هنا ما فيه اللي هو ستاير جزاز أوتو بالكامل طلوع ونزول عندي سنة وسطية في عندي اثنين كاب هولدر في السيارة الشكل العام لكرسي صراحة حلو يعني تشوف كده أصلا هو شكله رياضي وفيه فنيشين كمان ويعني ناكل مطفي ولين كنكوت حس كده السيارة فخمة حتى على مستوى الأبواب تشوفو هنا أوكي موضطرية ألوان كنتارة أحمر جلد أحمر تخشيب بيانو فينش فيه مستوى تشطيب مرة عالي في السيارة كراحة للمقاعدة خلفية أو مستوى ركوب في السيارة أنا أعتبرها تكة أريح من المقاعدة الأمامية ليس عيبا في الأمامية لكن اللي في الأمام رياضية بحتة يعني ركوبك في السيارة أساسا نحس أنه أنت راكب سيارة رياضية الكرسي اللي حاضنك معطيك إثنات قوي يعني تلوف يمين الكرسي حاضنك يمين يصار حيث أن الجسمك ما يتحرك في الخلف نفسها اللي حساس موجود لكن بشكل أخف السائق الراكب هم اللي يحتاجون أسناق ذاكبر لكن هنا بمستوى أخف نعم تحس فيه القصاوة الرياضية فيه الحضن الرياضي لكن بشكل أخف فبالتالي يعتبر نوعا ما أريح لو جينا على أمان وستنامه في اللينكن كوز 05 تحديدا نحدثه على حرج إن كانت جيلي نفسها في رؤيتها بحطة شيء أساسي في السيارة ويمتلكوا فولفو في نفس الوقت وهم الاتنين صووا هذه السيارة فكيف حيكون مستوى الأمان وستنامه في السيارة من ناحة إرباقات فالإرباقات موجود في السيارة أمامي جانبي موجود إرباقات كان لك تقوم معروف أساسي الرادار الأمام اللي حفظ على المسافة بينك وبين السيارة الأمامك موجود تحذير التصادم تحذير التصادم الخلفي موجود وفرامل الطوارئ موجودة تحذير خروج من المسار موجود عادة السيارة المسار كمان موجود حسب علمي إنه ما في نظام الحفاظ على السيارة في وسط المسار النقاط العامية في المرايات موجودة وفيها كمان حاجة تكة زيادة اللي هي غير الوميض اللي يطلع لك أو النبل اللي تقعد تفلشر لك أو تبين لك النقطة العامية تنبيه صوتي نعم عشان تسمع تنبيه صوتي في حال إنك فهيت ودخلتها لأحد في النقطة العامية حتى لو كنت مشغل راديو مشغل ميوزيك مشغل أي ملفات صوتية والتنبيه هذا اشتغل حيطفي الصوت من المسجل أو من الراديو عشان تسمع الصوت هذا حاجة حلو الحاجات اللي اللي يجي هنا بين الصائق وراكب هذا واحد اتنين إرباق الرقبة اللي يكون في الأسفل بحيث أنه أنا أبغى أرفع السيارة هادي مستوى أعلى نعم هي أصلا سيارة في مستوى أعلى مسارات صينية العادية اللي نعرفها ونشوفها بريميوم ليفل لكن أنا كده أبغاها توصل لمستوى أعلى والنقطة الثانية اللي تمنيت كمان إضافتها اللي هي حكاية السيارة يكون فيها القيادة شبه أعلى بمستوى أعلى وطلعنا على الطريق مع اللينكن كو 05 تحديدا طيب شفتم معاي السيارة بشكل عام SUV كو بي بأربع أضواب حلوين حلوين السيارة شكلا لطيفة حليم طيب كأداء للسيارة نتكلم عن المحرك 4 سندر 2000 سي سي تيربو 124 حصان والعزم 350 نيوت كيف الأرقام هذه متطبقة على اللينكن كو بشكل عام تيربو لاك خفيف جدا خفيف جدا نشاط نعم السيارة نشيطة جيل يوصل القوة من محرك الكفرات بشكل حلو فعلا تحس بالنشاط السيارة باستجابتها بالثبات الرساوة بالسيارة فتحس أن السيارة نعم متكاملة أقرب ما لها أن تكون سيارة أوروبية ما يجيك أحساس أنها سيارة صينية رح جرب سوق السيارة بنفسك ونتعرف هل تكون صح أقرب ما لها زين جيل تبيلة والجيل منجار وهادي كمان حتى جاي على أحسن من طيب كاستخدام للسيارة بشكل عام السيارة طبيعها رياضي قاعدة في السيارة رياضية المقعد رياضي حاضن في لقساوة رياضية نعم في السيارة عندما نقول هناك إسناد ومعناها إذا أريد أن ألعب أو يمين أو يسار الكرسي سيحضنني لا يجعلني أفلت من الكرسي فهذه نقطة حلوة في السيارة بالذات الذي يدور أداء رياضي أو الشعور الرياضي الذي يدور راحة زايدة ممكن هذه النقطة بالنسبة له تكون نقطة غير مريحة جرب لأي برك السيارة نفسك مريحة من ناحة استخدام بشكل عام لا مريح من ناحة الشاشة واضفة وسهلة الاستخدام الشاشة الوسطية مع الكل سر الوسطي نعم الفنكشن مليان في الشاشة في أزارير من بره حيث يقلل إعتماد على الشاشة التوجه الآن أصلا أنه كل صارت شاشة وخلاص ما في أزارير هنا هنا في الأثنين مع بعض متوازنين بشكل حلو كاستخدام للسيارة أنا رايح جاي كل يوم بالعكس أنا مبسوط فيها مستمتع بقيادتها نعم أنا هاني مستمتع بقيادة السيارة فيها متعد قيادة حتى على المستوى المناور والدخلات والخرجات والدوران قصير السيارة سهلة وسهلة في الدخول والخروج متعد قيادة استجابة السيارة تعتبر متهندسة بشكل حلو هذا رايح أنا الشخصي في السيارة حنيجي على ما عليها في الفقرة الأخيرة في نعم بعض الأشياء النقص في السيارة وحاجات التطويرية اللي قلنا يا رب أنها تكون في السيارة زي بعض التجهيزات تبريد مقادر راقي حاجات حنجيها بعد شوية لكن بشكل عام العزل في السيارة أعطيف النطاقة جيد جدا مرتفع عزل خارجي أنا شوف ممتاز عزل ممتاز عزل أرضي يمكن هو اللي جيد جدا مرتفع اللي يحتاج شوية تحسين بشكل عام تقول يا هاني أمسك خطف السيارة دي أقول نعم يا سيدي أمسك خطف السيارة وانت متضمن وانت مرتاح لأنه تتكلم عن سيارة كمحرك تعطيك قدرة على التجاوز بشكل كويس ما عندك عوامل أمان وسلامة في السيارة نعم موجود لتلاف الحادث وما بعد الحادث بعيدة شارع عنكم وعن حبائكم إن شاء الله أنكم ما تحتاجوها عندك الرادار ونوطة عمية خروج سار هذي كلها موجود في نصف الوقت كل إرباق موجود في السيارة وفي نصف الوقت شفنا اختبارات أمان وسلامة على السيارة جابوها وحطوا كنتينر وحطوا أخيرا كما نقول من يحدد السيارة المناسبة لها لأ أنت تروح تركبها تشوف سعر شغل المواصفات اللي فيها زي ما شفنا في الفيديو يمكن في حاجات كمان أنت تهمك بشكل أكبر تسوقها أهم حاد وتشوف سواقة السيارة عزمها أداءها بشكل عام هل هو مناسب لك والإحتياجة والرغبة والشيء اللي أنت بيتدور عليه وقتها تذكر رياضية بالتالي ممكن هذا الشيء ما يكون مريح لبعض الناس وما يحدد هذا المنضوع اللي يبتو طيب كده ختاما وخلاصة ما لها وما عليها إيش اللي عجبني في اللينك وإيش اللي ما عجبني أو الملاحظات التطويرية على السيارة قبل ما أبدأ أنا بأخذ رأيكم في حاجة الفقرة هذه ما لها وما عليها أنا في العادة أسويها ملخص للأشياء اللي عجبتني وما عجبتني في السيارة هل تبغوني أدمجها في وسط الفيديو بحث وانا بأشرح خلاص أقول عجبني ما عجبني أو تبغوها فقرة مستقلة كما هو معمول فيه الآن يعني فدوني رأيكم طيب بداية بما لها إيش اللي عجبني في السيارة بشكل عام السيارة سواقتها ممتعة هذا أهم حاجة بالنسبالي سوى أنا رايح جاي فيها ممتعة في سواقتها تحسها متهندسة صح تحس أنك بتسوق سيارة أوروبية ما بتحس أنك تسوق سيارة صينية أو مجرد سيارة تجميع وحط مكينة وحط قير وتطلع بشكل حلو وشوية مواصفات حلوة لا سواقة السيارة حلوة فيها ثبات فيها رساوة من ناحية العزل السيارة تعتبر معزولة بشكل حلو مستوى السيفتي والأمان والسلامة في السيارة عالي التصميم الخلفي للسيارة أنا جدا عجبني فأنا مشت السيارة كانت ملفتة طيب لو قلنا ما عليها هم عاملين السيارة هادي علننا سيارة بريموم وأنا حقيمها علننا سيارة بريموم فما هاعتبر أن هي سيارة بالنطاق السعر الرخيص لأن هعملك علنك سيارة بريموم وقتا نقول ما عليها الحاجات اللي أنا لاحظت على السيارة من ناحية السيفتي على سبيل المثال أتمنيت مثلا يكون فيه إرباق للرقبة للسائق والراكب إيوه شوية دقيق عليك وإرباق ما بين السائق والراكب عشان يزيد مستوى الأمان والسلامة في السيارة مستوى القيادة الشبهة آلية في السيارة أتمنيت يكون على مستوى متقدم أكتر من الموجود هنا بحيث أنه لا السيارة فعلا تسوق نفسها بنفسها مساعدة للسائق أو السائقة وما تلغي دوره في القيادة بشكل عام عندنا الشنطة مثلا أتمنيتنا تكون شنطة ذكية مجرد أمر الرجلي أو أديها شلوط بسيط أو أن أوقف وراها لأنها تفتح بشكل أوتوماتيكي من باب التسهيل البصمة موجودة على بواب الأمامية بس ما هي موجودة على بواب الخلفية لا أتمنيت أنها تكون موجودة في الأبواب الخلفية عندنا السنترلوك موجود في باب السائق فقط أتمنيت كمان يكون عند الراكب ولا مانع من الخلف الستائر الخلفية أتمنيت أن يكون فيه الستائر الخلفية في السيارة بشكل عام عندنا الكاميرات نعم 360 درجة تكون 540 درجة عشان أقدر أشوف بطن السيارة السيارة دفع رباعي وفيها وضعية دفع رباعي فأنه نوعا ما حيفيدني لو أني دخلت في رود خفيف في السيارة ومن الملاحظات على داخلية السيارة بشكل عام مقاعدها أتمنيت أن يكون فيها دعم لطوال القامة ممكن يجعل الكرسي على مقاسه مريح بشكل أكبر والنقطة الثانية التسخين والتبريد التسخين والتبريد موجود فقط عند السائق لكن بالنسبة للراكب فقط تسخين للمقاعد وما له تبريد كمان أتمنيت أن يكون في السيارة في الدس بلي وفي الأعلى هنا حيث أن أضعوه لبيت النظارة هذه الشماسة في السيارة أتمنيتها تتمطمط عشان نغطي المساحة الحاجة الأخيرة التي أتمنيتها الإكزوست السيارة فيها طابع رياضي وهذا ممكن يكون عيب أنا لا أعرف أن يضعوا ما لها أو ما عليها أن السيارة من داخل فيها قساوة فيها جلسة رياضية الذي يحب هذا الشي سيعتبره ميزة والذي لا يحب سيعتبره أن السيارة قاسية وما هي مريحة لكن بعيد عن هذا الشي الإكزوست أتمنيت أن يكون صوت إكزوست ولو وهمي ولو يطلع له عن طريق سماعات السيارة بحيث أنه يعزز لي أكتر إحساس الرياضية الموجود داخل السيارة وبس هذه كانت تجربتي للينكند كو 05 تحديدا إن شاءنا نكون قدمنا اللي نحتاج نعرف عن السيارة عاد في العادة أنا أقول في نهاية الفيديو يوم لاك السيارة أكتبونا في خانة التعليقات في الأسفل إيش ملاحظاتكم إيش تجاربكم مع السيارة إيش اللي أعجبكم وإيش اللي ما أعجبكم عن السيارة في خانة التعليقات في الأسفل لكي توصل للفكرة والمعلومة والتجربة للمشاهدة الكريم لكن عندما أصور هذا الفيديو هذا السيارة لم يبدأ بيعها بشكل رسمي ففعليا في السعودية هنا لا يوجد ملاك للسيارة لكن لو رأيت الفيديو بعد سنة بعد سنتين وإنت مالك للسيار وعندك ملاحظات وحاجات عجبتك وما عجبتك برضو اكتب لأن هي في خانة التعليقات بالأسفل وبس نصطف من الله العلي القدير أن أخطأت فمني أنا شوفكم قريب في فيديو جديد تجربة جديدة سارة جديدة سفرة جديدة مارة جديدة أي حاجة جديدة إن شاء الله